بإشراف السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العلية وبحضور السيد معاور رئيس أركان الجيش للإدارة وعدد من قادة الأسلحة والتشكيلات وضمن سلسلة النشاطات العلمية والثقافية أقام مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية أحد تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العلية ورشة العمل الموسومة القيادة والسيطرة وأهميتها الجيش العراقي نموذجا بمشاركة مديرية الاتصالات العسكرية ومديرية التخطيط نفذت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا اليوم ورشة عمل موسومة القيادة والسيطرة وأهميتها الجيش العراقي الموذجا وكانت هذه الورشة مزيج بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية وقد تطرق الباحثون إلى محاور عدة منها مفهوم القيادة والسيطرة ومستوياتها وحقيقة منظومة الحرب الحديثة تحتاج فعلا إلى منظومة قيادة وسيطرة متطورة والجيش قد وصل إلى درجات متقدمة في هذه المنظومة وستتكرر هذه الورش مستقبلا بعون الله تعالى تم خلال الورشة التأكيد على ضرورة العمل على تطوير منظومة القيادة والسيطرة في الجيش العراقي بإدخال أحدث الأساليب العلمية الجديدة حدمة للجيش العراقي يطلع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي هو أحد مؤسسات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بالكثير من الفعاليات بدءا من المحاضرة وصولا إلى ورشات العمل لدعم مفاصل وزارة الدفاع ببيانات الرأي ونتائج الدراسات والتوصيات لتطوير تفاصيل عملهم اليوم كانت عندنا ورشة عمل بعنوان القيادة والسيطرة وأهميتها الجيش العراقي نموذجا وكانت بيها ثلاثة محاور محور تتكلم على مهية القيادة والسيطرة ومحور تتكلم على رؤية وزارة الدفاع في القيادة والسيطرة ومحور آخر الثالث تتكلم عن منظومة القيادة والسيطرة في وزارة الدفاع حقيقة كانت المحاور ثرية بالمعلومات وكان هناك تفاعل من قبل الحضور حيث علق السيد معامل رئيس الركان الجيش للإدارة بتفاصيل جمع وانتهت هذه الحلقة بتوصيات مع ملاحظات ترفع للمراجع الاستفادة منهم اعلام وزارة الدفاع حنان محمد